موسيقى طفل تولية أمستات بالذكر السالسة والستون لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني وذلك بحضر عامل إقليم ستات إبراهيم أبو زيد وفعاليات مدنية وعسكرية ورؤساء المصالح الخارجية موسيقى كلمة الفاسة بالذكر الثالث والستون لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني جاء في كلمة ولي أمنستات عبد جيتشواي أن وليت الأمن وأطرها وموظفها وعلى رأسهم السيد الوالي وهي تحتفل بهذه الذكرى الخالدة كبقي الولايات الأمنية تقتنمها فرصة لتعبر عن استعدادها الدائم والمستميث لبدل كل جهود وتضحيات خدمة للوطن والمواطنين في سبيل تحقيق الأمن والطمئنينة والحفاظ على النظام العامة فيات أرواح وأعراض وأمتلكات رعاية صاحب الجلال نصره الله وتنفيذ لتعليمات وتوجيهات المديرية العامة للأمن الوطني المتعلق بإحداث مديرية العامة للأمن الوطني تأكيدا لرغبة بطل التحرير في تجزيل التحرر الوطني من نير الحماية والتباية هذه حضيت به أسرة الأمن الوطني بنظام أساسي يخص موظفها أخذ بعيدا اعتبار خصوصيات المهام والمسؤوليات التي يطلع بها قطرها وموظفها ضمن هيكلة جديدة تتميز باعتماد نظام خاص يستجيب لتطلعات موظف الجهاز الأمني إضافة إلى المواطنين لما تخرجوا ما تنسوا اشتابنا ومعنا فلاشين يوتيوب وبرداجة والمحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي ومتنسى